أود أن أصرح بإعلان تاريخي زيارتي الخارجية الأولى كرئيس للولايات المتحدة ستكون إلى السعودية وإسرائيل وأيضا إلى الفاتيكان أعلنها رئيس دونالد ترامب واضحة السعودية أولى محطاته الخارجية زيارة توصف بالتاريخية حيث تشير إلى حرص واشنطن على عودة العلاقات السعودية الأمريكية إلى سابق عهدها قبل التوتر الذي شابه أثناء فترة أوباما الزيارات ستبدأ باجتماع تاريخي في السعودية مع قادة من كل أنحاء العالم الإسلامي السعودية هي الحاضنة للموقعين الأكثر قدسية في الإسلام وهناك سنبدأ تأسيس قواعد جديدة للتعاون والدعم مع حلفائنا المسلمين لمواجهة التطرف والإرهاب والعنف مواجهة التطرف والعنف ليست الملف الوحيد على أجندة لقاءات ترامب فالآين كلها تتجه إلى الرياض حيث تدور لقاءات بين ترامب والشركاء السعوديين والخليجيين وقادة دول عربية وإسلامية السعوديون يعلقون آمالا كبيرة على استمرار نبرة ترامب الحادة ضد الاتفاق النووي الإيراني الذي كان السبب الرئيسي وراء فطور العلاقات مع واشنطن الفترة الماضية وأملون أيضا في مزيد من الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ضد الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح هذه الزيارة هي النصف الثاني من الاتفاقية الكبرى التي فيها ستقوم أيضا السعودية بتزويد أمريكا بمبالغ خيالية لأن ترامب يريد أن يبقى في السلطة ولكي يبقى في السلطة أكثر من مرة أي مرتين ويعاد انتخابه يجب أن يجري تغييرا جذريا ترامب وفريقه يأتون بجعبتهم صفقات اقتصادية وصفقات السلاح صرح أن قيمتها قد تصل إلى 100 مليار دولار أمريكي بالرغم من تلك المصالح المشتركة لم يكن ترامب دائما صديقا مقربا للرياض بل وانتقدها في السابق وخلال حملته الانتخابية من بين تصريحاته كانت هذه التغريدة التي تعود لعام 2015 حين قال ترامب أنه يتعين على السعودية دفع الأموال مقابل دفاع واشنطن عنها تصريح كرره مؤخرا ولكن يبدو أن التقارب الحالي بين واشنطن والرياض حيث تتفق وجهات النظر في قضايا إقليمية واتفاقات اقتصادية بين الحليفين القادمين أقوى من أي تصريحات سابقة حنان عبد الرازق بي بي سي